حديك تكلمت عن الضربة الجوية الشاملة عايزة نتكلم بها على معركة المنصورة وازاي هي كانت فارقة في حرب أكتوبر أو نصر أكتوبر المجيد طبعاً الضربة الجوية الشاملة كانت رائعة فتحت أبواب النصر القوات المسلحة القوات الجوية استمرت أنها تحمي القوات البارية والقوات البحرية فيش قوات قد تشغل بدون غطاء جوي وقالها حتتضرب من العدو الجوي فإسرائيل مش قادرة تشتغل وقادرة تأثر على النجاح اللي بحصل فقررت أنها عايزة تحيد القوات الجوية وتخرجها من المعركة فقررت أنها تخش يوم 14 أكتوبر بعدد كبير جداً من الطائرات وصل 120 طائرة من أحدث الترازات تدرب الطائرات والمطارات على الأرض وبالتالي لما تخرج القوات الجوية من المعركة تقدر تشتغل بحرية وتستهدف اللي عبره القوات البحرية دخل 120 طائرة فانتوم وسكايهوك من أحدث الترازات اللي كان متوفر صدهم كامل 60 طائرة 121 يعني النص وفيها الإجيل كامل المعركة دي 180 طائرة في الجو أكبر معركة في الترك حتى الآن قعدت 53 دقيقة ووقع 17 طائرة فانتوم وتفشلت الدربة بالكامل المشكلة عند إسرائيل أنه هو كان عامل حسابه أن فيه 60 طائرة هتلاحوا يصدفهم دخل 120 لما ابتدى عد اللي في الجو لها مكتر من 60 لأن فيه طيارين طلقوا في أول الضربة واشتبكوا ونزل تاني اتمونت الطائرة وتسلحت في أقل من الزمن القياسي وطلع اشتبك مرة تانية هو يعني تكتكيا الطيار ليه طلع واحدة فقط لاشتبك هو في العمليات حسن الطائرة عشان تنزل تتمون وتتسلح والتسليح ده بيتمين تخدوق تدباء بياخد مش قليل من 45 دقيقة لأساعة لما توصل ل7-8 دقيقة والطيار قاعدت في الطائرة مربوط ما بنزلش عشان يقدر يطلع على طول والطأم القدر ده محترف احتراف غير عادي واتمرن تدريب يفوق الوصف بحس يسلح ويمون طيارة في دقائق وتطلع الطائرة دي تاني تشتبك والتاني اللي عاده داخل على ب120 فاهم من قدامه 60 فخلاص الموضوع لصالحه تماما واحدث الطائرات لما يلاقي اللي طلعينه في الجو أكتر من ال60 اللي هو عامل حسابه عليهم واشتبك في منتهى الاحتراف سقطنا كم طائرة من 120 17 طائر ومن عندنا سقطت كم طائرة عندنا سقطت 3 طائرات وفي طائرة وقود في الجو وطائرة من كتر الاشتباك قليل وقوي ففي انفجار بيحصل بيأثر على طائرة تاني طائرة الميج واحد وعشرين ما فيه صاروخ راداري فيها صاروخ حراري بيطلع على العادم بتاع الطائرة اللي قدام حررتك وديكت بداية تركيب الصواريخ الحراري في الطائرات في العالم كله فلازم الطائرة اللي قدامك تبقى في خط مستقيم عشان تضرب الصاروخ التاني عنده صاروخ راداري وعنده رادار بيشوف من 60 كيلو عشان كده بقول لما تلاقي تهديدات وتحديات قدام الدولة ما تقلقش ما هو دول مصريين وكانوا أدك شباب والله اللي نفع التكتيكات اللي كانت موجودة يعني لما نحط خطة وخطة بديلة وخطة بديلة للخطة البديلة الباتيريال أو النوع بتاع الشخص الذي سينفذ هذا الموضوع ده واحد من أهم العوامل اللي ممكن ترجح 73 عظمتها النقي أظهرت أن المقاتل هو الأساس في معدة القوى العسكرية مش السلاح عندك سلاح متطور هل ده ممكن يطبق الآن كمان في الحروب الحديثة هل ده يطبق بعد التكنولوجيا وبعد التكتيكات دي ما زالت بتدرس وما زالت قدول التطبيق ولا مع تطورها لا لا طبعا اللي بيخلي قاتل مسالحة محترفة إن جيل بيسلم جيل وبيدور دايما على التطور التكنولوجي وإزاي إن هو يستخدمه وحتى لو فيه فرق في الأسلحة أنا قادر أدور على حول غير تقليدية تدريب محترف وعلم بعرف نقطة القوى اللي عند الفانتوم إيه ونقطة ضعف اللي عنده إيه ودي أنا ترتميج 21 كانوا محترفين يقولك دي نقطة القوى عندك كذا نقطة ضعف عنده كذا تجنب دي وتخش من الناحية دي أو تاخد النقط دي تمام ودي والتدريب محترف جدا والعلم هو الحل النقطة المهمة جدا لو أنا متدرب باحتراف والعلم هو الحل وأنا الآن خايف ده بيأثر فهنا النقطة دي مش موجودة عشان كده هم بيحاولوا دلوقتي بالإعلام المضاد إن هو يكسر الإرادة يبين لك إن أنت قليل حروب الجيل الخامس كل ده اللي هو كسر الإرادة وشعاد يحروب الجيل الرابع دي نقطة مهمة جدا عشان كده أنه لما بنقل الصورة بتاعة 73 وما قبلها بنقلها وقوله خلي بالك الدروس المستفادة هي اشتركوا في القناة